أهلا بكم من جديد مشاهدينا والتحية كل من أنضمنا حاليا لمتابعة محورنا محورنا المهم والخاص عن أعداد برنامج وطني للتجير في مدن قريبة وبعيدة ومع ذلك نشكر زمينا منافع الأعدادة لهذا التقرير حول هذا المهم الموضوع الأكيد اليوم شرفنا وروننا في الستوديو الدكتور ميثاق عبدالحسين عبايد وكيل وزارة الزراعة حياك الله دكتور شرفتنا ونورتنا أهلا وسهلا بكم وصباح الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين حياك الله نورتنا أهلا دكتور نورتنا اليوم نتحدث عن التغيير المناخي وأكيد كنا بدينا نلقي بالقضية على قضية قطع الأشجار والتغيير طبيعة الجنس الأرض من زراعي إلى سكني لكن بالحقيقة المشكلة ليس فقط مشكلة داخل العراق هي مشكلة موجودة خلينا نقول في كثير من الدول خصوصا بسبب تغيير المناخي وارتفاع درجات حرارة حدثنا عن هذه النقطة أولا من ثم ننطلق إلى حملتنا الجميلة إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا يعني طبعا هو سؤال مهم يحتاج إلى توضيح إن التغيير المناخي هو ليس حكرا أو حصرا أو محدد بدولة ما بمعزل عن العالم التغيير المناخي أصبح ظاهرة عالمية معترف بها وانتقل العالم إلى المرحلة الثانية وهي التكيف وإجراءات التكيف مع هذا التغيير المناخي الذي اعتبره واقعا ملموسا وبالتالي العراق صنف على أنه من أكثر البلدان تأثرا بنجال التغيير المناخي على اعتبار أن العراق أصلا فيه مناخه ومناخ حار وصحراوي يعني عبر تاريخه وبالتالي يقتضي هذا أن تكون هناك إجراءات في كل دولة من دول عالم على مقتضى أن تساهم في تخفيض بعض الانبعاثات التي ساهمت بها الحضارة البشرية الصناعية مما أدى إلى تفاقم وتدهور في البيئة المناخية التي كانت انعكاساتها ومظاهرها موجودة في ارتفاع درجات الحرارة واضطراب المناخ يعني التغييرات المناخية لا تنحصر فقط في عملية شح الأمطار على سبيل المثال لا التغييرات المناخية هي عدم القدر على التنبؤ بمسارات المناخ خلال فترة زمنية محددة يعني قد تكون دول تعاني من أمطار شديدة فجأة وتعاني من جفاف المفترات الطويلة انخفاف معدلات التساقط المطري على سنوات متعاقبة مثل ما حدث عندنا بالعراق خلال ثلاث سنوات المنصر من بعد 2019 صنفت على أنها سنوات جافة وبالتالي يقتضي هذا أن نمضي بعملية تكيف يسمى الادابتيشن أنه التكيف نفسك للتغييرات المناخية طرق التكيف هي من ضمنها من أحد إجراءاتها العلاقة بوزارة الزراعة هي التشجير أي زيادة الغطاء النباتي نعم حتى نتحدث على موضوع التسجير الدكتور ميثاق يعني خصوصا منذ سنة ومبادرة دولة رئيس الوزراء حول زراعة خمس ملايين شجرة لتقريبا من سنة حدثنا عن هذه المبادرة التي صارت من خلال سنة شاهدنا خلال هذه السنة نتائج ممكن استفاد بها بلدنا استفاد بها المواطن صار أكو تغير مناخي أنطة ممكن جمالية لأهمية الموضوع دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم أو لا عناية خاصة وأطلق لأول مرة مؤتمر للمناخ انطلق في البصرة كان في 12 آذار عام 2023 وأطلق دولته مبادرة لزراعة 5 مليون شجرة في عموم العراق وكان لها سقف زمني لـ 2025 حتى تنتهي يعني مخطط إلا وكانت المبادرة بإشراف سيد معالي وزير الزراعة الدكتور عباس جبر المالكي على اعتبار أنه هو المشرف على الحملة الوطنية وشكلت لجنة وطنية عليا دولة الرئيس يتابع مقررات مؤتمر المناخ ومن ضمن مقررات مؤتمر المناخ وانبثقت لجنة خاصة بالتشجير الوطني لجنة عليا برئاسة مستشار السيد رئيس مجلس الوزراء لشؤون البيئة وعضوية وكلاء ومسؤولين من الوزارات الشريكة في تنفيذ هذا العمل لأن مثل ما نعرف المبادرة والتشجير هو مساهمة وطنية لا تقتصر على مؤسسة دون أخرى بل حتى مسؤولية للمواطن ولكن كتخصص الزراعة كانت قائدة لهذه الحملة وبالتالي انطلقت الفعاليات وكان اليوم الوطن للتشجير يوم 12-3 هو الذكرى السنوية الأولى على مؤتمر المناخ فانطلقت مبادرة الخمسة مليون جميل جدا قبل أن ندخل البرنامج كنت أتحدث مع حضرتك وقلت إحنا كان هناك سقف محدد لهذه الحملة بأعداد محددة لكن إحنا أبرناها حدثني عن نتائج هذه المبادرة نعم شكرا جزيلا طبعا هذا الموضوع صراحة يعني كنا مخططين حسب المبادرة أنه تنتهي المبادرة بالـ 2025 بسقف خمسة مليون شجرة ولكن همت وعطاء المؤسسات والمواطن العراقي اللي هو موظف أيضا وجميع المؤسسات الحكومية التضافرت الجهود وإذا بينا نقفز عن سقف الخمسة مليون اللي حغاية هذا الصباح تقدمت لي الإحصائية كانت تقريبا 6 ملايين و 400 ألف شجرة ومن أن نقول تشجير بمعنى أشجار دائمة الخضرة وليست موسمية يعني يعني مو ورود وغيرها أشجار أما تكون مثمرة أو أشجار زينة أو الأشجار اللي تستخدم كمصادات رياح وغيرها ولدينا دليل للتشجير الحضاري يمكن أنا أشرح لكم في الشيء بسيط أنه هاي حملة التشجير كان من أهم شروطها واستحضاراتها هو الاستدامة أي أن من نشجر نحرص على أن يكون هذه النبتة وهذه الشجرة زرعت في مكان تستطيع أن تنمو فيه يعني ليست عملية زراعة عشوائية نعم ولذلك تم تصنيف فئات أين نزرع كيف نزرع ما هي الأشجار اللي تنزرعها هذا كله كان ضمن قايد إرشادي أو دليل إرشادي للتشجير الحضاري أصدر عن طريق لجنة مؤلفة من كلية الزراعة وعضوية مؤسسات أخرى وتم تعميمة على جميع مؤسسات الدولة وساهمت وزارة الزراعة بقيادة هذا النشاط وأهدت لجميع المؤسسات ما تنتجه وزارة الزراعة كان السيد الوزير حريص جدا على إهداء تقريبا ما يقارب مليون وثلاثمية ألف مليون وثلاثة ألف شجرة 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 دائمة الخضرة دائمة الخضرة أو مثمرة لأن هناك محددات لدينا ويمكن أن نشرح لكم تفاصيل أين زرعنا وما هي الأولوية بالنسبة لي مثل ما ذكرت دكتور ميثاق أنه مكان الزراع دائماً ممكن نشوف أنه بعض الشباب أو بعض الفرق الجوال هم مدى يقصون ممكن يزرعون ينبهون للناس أو بعض الشباب أو الطالبة أنه أماكن الزراعة لكن لم يكون عندهم دراية تاماً بأماكن الزراع أو يكونون بعد فترة وأخرى يزرون هذا المكان لكن أنتو كوزارة زراعة وهذا التطور الحاصل حدثني عن الأماكن وأيضاً شون بين فترة وأخرى أقدر أزور المكان أشوف تطورها نموها نعم شكراً جزيلاً منظمات المجتمع المدني نعم وهناك بعض المؤسسات أيضاً تابع مؤسسات نظامية نعم مصرفية دخلت على المبادرة بحصة كان هناك تنسيق عالي المستوى بيننا وبين منظمات المجتمع المدني وحتى شباب غير منتمين لمنظمات نعم وإنما هو نشاط مدني صح شاهدنا هذا الشيء هناك تنسيق عالي باختيار الأماكن حصول على موافقات اختيار المناطق اللي يمكننا من استديمها يعني وجود الماء وجود المراقبة لهذه النبتة حماية إلها لأن مثل ما تعرفون ماكو مئة بالمئة ينجح للنبات نعم فنسبة هناك نسبة لنجاح النبات بالحالات الاتيادية لكن وزارة الزراعة وأغلب المؤسسات حرصنا على أن نرفع هذه النسبة قدر الإمكان لتقارب الحد الأعلى المسموح به نعم يعني إذا خسرت من 10% من الأشجار اللي زرعتها نحاول لا من نخسر هذا العدد المؤسسات والأماكن اللي قادتها وزارة الزراعة بالتشجير محددة حسب المكان والنقطة وعض التنسيق لهذا المكان استهدفنا المؤسسات الحكومية كخطوة أولى لأن المؤسسات الحكومية مختلف اتجاهاتها أنه هي قادرة على استدامة النباتات على اعتبار أنه هناك موظفين أو من يعتني بها هناك من يعتني أحسنتم فبالتالي ضمن رفع نسبة التشجير بأشجار يمكن أن تظهر للعيان شاخصة إن شاء الله مثل ما تعفوهم من سنة إلى سنتين تبدأ أن الأشجار تنمو وستكون ظاهرة في المدارس استهدفنا جميع المدارس استهدفنا المستشفيات استهدفنا المعسكرات استهدفنا عموم مؤسسات ودوائر الدولة كانت دوائر الدولة تتقدم بطلب مباشر إلى وزارة الزراعة وبناء على إجراء المسح الميداني على المكانات التي ستم زراعتها ونحدد موقعها ونحدد المنسق والسيد وزير الزراع يوافق على الإهداء بصلاحيته وبالتالي تنتقل هذه الأشجار إلى المكان المستهدف وتزرع بإشراف مختصين أيضا حتى نضمن خفض نسبة الفقد بهذه الأشجار حضرتك ذكرت أن الأشجار التي تم زراعتها هي أشجار دائمة الخضرة ومثمرة خلينا ننوه أنه ليس فقط أشجار عندنا أشجار وعندنا نخيل في هذه المبادرة حدثنا عن الأشجار التي تم زراعتها هي أشجار محلية مستوردة كيف عملتم على هذه النقطة؟ نعم أغلب أشجارنا هي أشجار محلية على أكبار أن الأشجار المحلية هي القادرة على التكيف على البيئة مالتنا نعم فما نستطيع أن نجيب أشجار أجنبية غير متكيفة مع بيئتنا فبالتالي كان نتاج وزارة الزراعة من هذه الأشجار المتكيفة مع مناخنا لأن يجب الشرط الأساسي أن تكون الشجرة متكيفة مع ارتفاع درجات الحرارة هناك بعض الأشجار التي تزرع في المساحات الداخلية تشوفوها هاي شجيرات وليست أشجار نحن نتكلم عن استهدافنا للتشجير اللي هي بها غطاء خضري قادرة على خفض انبعاثات الكاربون بالامتصاص وبها مجموع خضري كافي ومقبلين إن شاء الله على أن ننسق مع وزارة البيئة العراقية ومع لجنة دعم الطاقة النظيفة على احتساب كمية الأشجار وكمية ما يتم سحبه من تراكيز الكاربون إذن هي عملية مترابطة نعم إحنا قادرين على أن ننسق بها الجهود ونستفاد من الأخطاء ومعوقات اللي واجهتنا أيضا نعم من أجل التخطيط إن شاء الله بعد أمر دولة رئيس الوزراء إحنا عارضين الأمر أمام سيادته نعم إن شاء الله أنه للمضي والاستمرار متجاوزين المعوقات ومخططين لتطوير هذه المبادرات حتى نستطيع أن ندخل المواطنين أيضا بهذه الحملة نعم أن نقيم مسابقات لأجمل مدينة وأجمل فعلا حتى تكون أكدافة وحافظة الإستمرارية هي مطروحة على الطاولة من أجل تطوير هذه المبادرة وأن تكون سياق عمل إن شاء الله إن شاء الله وسياق ثقافة في المجتمع المدني والريفي ومؤسساتنا الحكومية إن شاء الله طبعا دكتور ميثاقي بلدنا ما يختلف عن بقية البلدان بالمشاريع خصا في مجال الزراعة وأيضا في وزارة الزراعة لكن هل من الممكن أن نستفاد من تجارب الدول الإقليمية في هذا المجال؟ نعم أنا مثل ما أسلفت هناك مسحة إقليمية ومسحة دولية لمشكلة التغيرات المناخية تلقى أكو بصمة العراقية يكون متميز بها صح وهناك بصمة لا تتشارك الإقليم بها أو قد تشارك العالم بها نعم إحنا لدينا دوائر متخصصة دوائر متخصصة عن دائرة الغابات ومكافحة التصحر وعن دائرة البستنة اللي هي كانت مصادر مهمة لتزويدنا بالأشجار وعندنا دائرة البحوث أيضا بضافة لهذه الدائرتين إحنا نقيم دراسات قبل أن نختار النباتات قبل أن نختار الأشجار نعرضها لعدة مراحل للتكيف مع بيئتنا حتى في حالة إنتاج الهجن أو الأشجار المثمرة ما نستفاد من الإقليم هو أنه مشاهدة بعض المشاريع المشتركة مشاريع عملاقة تكون على مستوى الإقليم مثل هناك مبادرات المليار شجرة نعم اللي موجودة الشرق الأوسط الأقضر نعم هاي العراق مشترك بيها أيضا وإن حصتنا في عملية التشجير والأعداد اللي نمضي بيها هناك تجارب في مكافحة التصحر ليس في الإقليم هناك تجارب الصينية هناك تجارب مصر هناك تجارب في دول خليجة الإمارات دبي أيضا لدينا تجاربنا الخاصة المطورة اللي بها البصمة العراقية موجودة في مكافحة التصحر وفي زراعة الواحات الصحراوية عن طريق أيضا حصاد المياه وواحات لكن مثل ما تعرفون هذه النشاطات هي بعيدة عن الأعين كونها تستهدف أماكن بعيدة غير حضرية في الصحراء أماكن بعيدة مثلا في صحراء السماوة هناك زراعة مليون شجرة نعم من النخيل اللي قامت بها شركة المهندس والحجد الشعبي في بادية السماوة شلو الصعوبة بالموضوع أو عدم تستهدى الضوء عالي موجود هو موجود يعني إحنا الإعلام هو العين الراصدة لهذه الأشياء تعرف الإعلام يتحرك أحيانا بنمطية أو بسياسة إعلامية يتحددها أي قناة ولكن العمل موجود وفي وزارة الزراع إحنا إن شاء الله مستعدين لتقديم إن شاء الله كل ما يبعث الأمل من أجل تسليط الضوء على هذه النقاط المضيئة في بلدنا إن شاء الله إن شاء الله دكتور ميثاق اليوم إحنا في نقطة تحول بعد ما كنا نعاني من قضية تجريف المناطق الزراعية اليوم إحنا بدينا نزرع حدثني إذا ما كانوا هناك يعني فد اهتمام أو فد ملاحظة أو فد يعني رجعة في قضية البساتين التي جرفت في بغداد أو أموم العراق هل هناك من أمر أو إجراء خاص بهذه النقطة تحديدا؟ نعم هذا موضوع قد يكون متراكم نتيجة تراكم سنوات من عدم وجود التنمية في قطاع الإسكان تحديدا نعم من سنوات طويلة وبالتالي الزيادة السكانية اللي تكون في المدن نعم بالتأكيد وتحصيل حاصل حتى توسع على الأراضي الزراعية اللي تكون ضمن محيطة نعم وبالتالي هناك لجنة بأمر ديواني ودولة الرئيس يهتم بهذا الموضوع مباشرة مع أضوية عدة مؤسسات ومنظمنا وزارة الزراعة هي من أجل تحديد المناطق التي يمكن أن تحول جنسها من زراعي إلى سكني هناك الكثير من المجمعات السكنية أيضا أطلقت من أجل أن تكون هناك حلول واقعية للزيادة السكانية وامتصاصها بعيدا عن الأراضي الزراعية وتجريفها التجريف هو واقع حال موجود المحافظات مخولة بمراقبة ما يتعرض له البساتين والأراضي الزراعية خارج نطاق البلديات يعني البلديات أيضا توسعت وبالتالي لم يعد هناك جنس زراعي داخل البلديات إلا أن يتم تحويلها لأن البلد يجب أن يمضي باتجاه تطوير استثماراته توسيع مدن السكنية فإن شاء الله العملية منظمة ولكن أنا كوكيل لوزارة الزراعة كل يثقة أنه ما يتم تجريفه نعوضه إن شاء الله بحملات التجيير المقابلة إحنا ارتفعنا ومن بعد 2003 كان عدد النخيل في العراق قارب 17 مليون بعد أن نزل من 30 مليون اليوم قبل الثمانينات اليوم هناك مؤشرات كبيرة على إحصائيات أولية إن شاء الله إنه قاربنا سقفل 23 مليون يعني بدت تتشافى وتتعافى مسألة إعادة لكنه قد يكون هناك عادة نظر في التوزيع في تخطيط المدن فإحنا نشاهده على اعتبار أنه نمر على مبساتين نلقاهها نزالت إن شاء الله ولكن هي تقع من التخطيط بمعنى باختصار يعني وقعنا بأجواء الصيف مشاريعكم المستقبلية أو القريبة وزارة الزراعة تعمل على أكثر من محور المحور الأساسي لدينا هو محور الأمن الغذائي على اعتبار أنه الأمن الغذائي هو من أولى أولوياتنا في وزارة الزراعة وهو صميم اختصاصنا وبالتالي تمتلك وزارة الزراعة في ملف التغييرات المناخية محورة المحور الأول هو ترشيد استهلاك المياه هو استخدام التقنات الحديثة للغاية وبالتالي هذا يعمل على تقليل المياه المستهلكة وبالتالي أيضا الحفاظ على أراضي وزيادة رقعة الاستصلاح الثانية هو تطوير النباتات والبذور والهجن من أجل أن تكون متحملة للملوحة وقلة استخدام المياه يعني تكون متكيفة وارتفاع درجات الحرارة هذا كله عدا نعمل بيو وفعلا استطعنا أنه نحقق نجاحات باهرة وكان آخرها توج أنه استطعنا لأول مرة بالعراق على تاريخه أن نزرع الشلب الرز اللي يحتاج مياه عالية نجحة دائرة البحوث الزراعية في وزارة الزراعة على استنباط أصناف قادرة على أن تعتمد على تقناة الريل بدون الأغمار وبالتالي هذه إن شاء الله عندما يتم اكتارها وتوزيحها سنستغني عن مسألة إغمار المياه لزراعة الرز إن شاء الله الشلب وبالتالي هذا حيكون هناك تكيف باستخدام المياه وترشيدها إن شاء الله دكتور ميثاق حقيقة نحن اليوم سعيدين من خلال محورنا حتى ما يعجبنا نقاطعك بكثرة لنريد نسمع من عندك لأنه نلاحظ هناك فعلا أكو تغيير واليوم نحن كبلد بدينا نعمل بخطة قومية تحل مشاكلنا اللي كنا أنعاني من عدنة نتمنى أنهم للمستقبل القريب تلمسون نتاج أعمالكم وهذه المبادرة من خلال رؤية الأشجار مرتفعة في عموم العراق وأحب أختم بكلمة تفضل وزارة الزراعة هناك جهود حقيقية هناك لدي فائض من الانتاج الزراعي هناك لدي من الخضار والمحاصيل وأسعارها مناسبة وهذا كل نتاج يصب في زيادة الغطاء الأخضر وبنفس الوقت هو لتأمين الأمن الغذائي شكرا لكم جزيلا ولكل المشاهدين تحياتنا لوزير الزراعة وشكرا لهذه الجهود المبدولة يصل إن شاء الله شكرا لك الدكتور نيثا قبيل حسين عباد وكيل وزير الزراعة شكرا كنت معنا ضيفا في برنامجنا الصباح أياكم الله